اما في المجال الاقتصادي في المجال الاقتصادي اولى لإسلام المرأة كامل الحقوق في المجال الاقتصادي والمهني ومن ذلك منح لإسلام المرأة حق التملك والتصرف في مالها وعيالها باعتبارها كاملت الاهلية يعني كالرجل قال الله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون فلها حقها فلها نصيبها لها حق التملك ان يكون لديها بيت ويكون لها عقار ويكون لها سيارة ويكون لها ومثلها مثل رجل من ناحية التملك في اهلية التملك ايضا جعل الاسلام للمرأة المسلمة الحق في مزاولة العمل المناسب واباح لها ان تشارك في كثير من ميادين العمل بشروط تحفظ كرامتها من الابتذال والامتهان وتحافظ على تماسك الاسرة يعني ان لا يكون العمل على حساب اسرتها وبيتها وان لا يكون على حساب كرامتها وشخصيتها اذا نقول في المجال الاقتصادي الاسلام وعطى المرأة حق التملك والتصرف وكذلك عطاها حق العمل ولكن قيده بشروط الشروط يعني سنتكلم عنها الآن فكر كيف تصوب الافعال التالية قام رجل بحرمان اخته من الميراث ماذا نفعل؟ نذكره ان هذا حق لها قد قسمه الله عز وجل لها في القرآن فقال ولي الذكري مثل حظي الانثيين كذلك شخص يمنع زوجته من رؤية اطفالها الصغار بعد ان طلقها نقول له ان الاسلام كفى للمرأة حق رعاية الطفل وحضانته حتى يكبر فبالتالي منع المرأة من رعاية اطفالها او حضانتهم هذا في مخالفة شرعية وعليه ان يتوب عن ذلك ويرجع عن ذلك الفعل وشخص يدعي ان عمل المرأة محرم نهائيا نقول له ليس محرما بشكل نهائي ولكن له شروط وله ضوابط فالاسلام في الجانب الاقتصادي اعطى المرأة حق التملك اعطاها حق التصرف وكذلك اعطاها حق العمل ولكن كما ذكرنا بشروط سنذكرها الآن شروط عمل المرأة الهدف ان نعدد شروط عمل المرأة يجب انتبال هذه الفقرة بكي نزيل الغشاوة الموجودة على ابصارنا وعلى قلوبنا بالنسبة لعمل المرأة وبالنسبة لكلام الذي صدره لنا الغرب يعني بمعنى حتى للأسف الكثير الكثير من النساء اقتنعت به وظنت نفسها يعني انها بهذا الكلام هي تحفظ حقها وكرامتها ولكن هي في الحقيقة اساء لها واساء لشخصيتها واساء لكرامتها فبالتالي لا بد المرأة ان تلتزم شروط العمل حتى تكون ملتزمة بامر الله عز وجل واعلمي ان الفزامك بامر الله عز وجل هو كرامتك وهو شخصيتك وفيه سترك وفيه حشمتك وكرامتك فشروط عمل المرأة اول محافظتها على ادبها وحشمتها مراعاة للاداب العامة طيب انا ساسألكم هل يعني اكيد تنقلتم او ذهبتم او دخلتم الى مكان تعمل فيه نساء ان كان في وقت الحالي او يعني في الثورة او قبل الثورة يعني او في مجالات الموجودة هل رأيتم يعني الادب والحشمة بصورة كاملة هل رأيتم الادب والحشمة بصورة كاملة للأسف هناك الكثير من المخالفات الشرعية هناك الكثير او يعني عدد لا بأس فيه من النساء لا تلتزم الادب والحشمة ولا تلتزم مراعاة الاداب العامة في مكان عملها فنجد اللباس الغير المحتشم ونجد الانواع المكياج وانواع الطلاء خلينا نسميه على الوجوه بألوان قوس قزح ويراها الداخل والخارج والرجال وغيرهم وهذا امر محرم فلا يرى من نزينتها يعني الا من يحق له ان يراه يعني كزوجها وغيره فبالتالي لابد ان تحافظ على ادبها وحشمتها وان ترعيها الاداب العامة وهذا الشرط اذا لم يتحقق فالعمل حرام يعني هلأ كلها كما قال استفت نفسك ولو افتوك وافتوك فقارن يعني ان كانت تحافظ على ادبها وحشمتها ومراعية الاداب العامة فلا بأس وان كانت غير مراعية يعني لادبها ولا حشمتها ولا مراعية الاداب العامة فعمله حرام اثنين اللا تسبب في بطالة الرجال اذا عملت في انواع اعمالهم طيب للاسف حاليا اكثر المنظمات واكثر مجالات العمل تجد من فوق انثى يطلبون انثى طيب انثى انثى ما على رأسنا حق الانثى وحقها في العمل ولكن للاسف جعلوها يعني ادخلوا المرأة في مجال العمل واجلسوا الرجل في البيوت لكي ترى المرأة او يزعزع عقول النساء فتقول انا اعمله هو يجلس في البيت انا اصرف عليه انا كذا انا قوامة عليه فليس هو قوام عليه وبالتالي هنا ابطل عقول النساء وللاسف هذا الكلام قد لا يعجب الكثير من النساء يعني احنا نتكلم انا بالنسبة لنتكلم الناحية الشرعية ولا يهمني يعني ان اعجب البعض او لم يعجبه انا اتكلم من الناحية الشرعية فقط وبالتالي لا انظر الى من اعجبه كلامي او لم يعجبه كلامي فمن تسببت في بطالة الرجال فعملها يدخلوا في مجال الكراهة والحرام وبالتالي نحن لا ننكر تعمل مثلا مدرسة خاصة بالنساء لا بأ مدرسة خاصة في او مشفى خاص بالنساء بل نحن احوج ما يكون للمرأة المتعلمة واحوج ما نكون للمرأة الموظفة في المجال الذي يكون فيه يعني مكان وعملها الصحيح اما في مكان عمل الرجال والاختلاط والكلام ندخل كثيرا الى مجالات العمل نجد الرجل الموظف والموظف الجسون ويتبادلون الاحاديث والضحكات ويضيفها وتضيفهم وقد كسروا بينهم حاجزة يعني الحلال والحرام وكأن هذا الامر اصبح يعني حتى لو قلنا لهم ان هذا الامر حرام يستنكروا اين الحرام ماذا نفعل انا لم افعل حرام انا اتكلم معه كلاما يليق انا لم اخرج عنه ولكن كيف لم تخرجي عن الاطار وانت تجلسين بجانبه كيف لم تخرجي عن الاطار وهو ينظر الا اليك وتنظرين اليه كيف لم تخرجي وانت تعلمي ان قول النبي صلى الله عليه وسلم النظر سهم من سهام ابليس كيف يعني اذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان فكيف اذا كانت بكامل زنتها ومكياجها والوان قوس قزح وطلائها الذي لن تترك نوعا من طلاء الا وطلق به وجهها للأسف هذا كلام قد يجرح البعض ولكن هو الحقيقة ان تستطيع التوفيق بين عملها الاساسي اما لاطفالها وربة ليسرتها وبين عملها خارج المنزل يعني نجد كثيرا اخواتنا موظفات ان كان في مدرسة او في مشفى يعني تحاول ان توفق يعني ان لا تقصر في مجال بيتها واصبحت يعني الان في زمن الحال حقيقة هي يد بيد مع زوجها او مع اخيها او مع ابيها لكي يعيشوا حياة كريمة ولكن كما ذكرنا بشرط ان لا تخالف الشرع في حدود العمل فلا فعليها ان تحافظ على ادبها وحشمتها وتراعي الاداب العامة وان لا تتسبب في بطالة الرجال وان تستطيع ان توفق بين عملها الاساسي في ام لاطفالها وربة ليسرتها وبين عملها خارج المنزل وان لا فتركها لبيتها وهجرانها لاطفالها تفريط باهم الاعمال الموكل اليها شرعا وعقلا لا يعني ربي يعني الكثير نجدهم تجد قد تركت طفلها عند فلانا وتركت طفلها ولا نرى ولا نعلم كيف سيربى ابناؤها هل سيربون على الاخلاق الحميدة ام سيربون على الاخلاق الذميمة وبالتالي اهملت بيتها واهملت زوجها يأتي فلم تطبخ ولم تصنع طعاما ولم تغسر ثيابا ولم 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 وعندما يقول حقي أنا صان لي الإسلام حق العمل نعم صان لك الإسلام حق العمل ولكن بشروط أن تحافظ على بيتك وأنت تهمل واجباتك المنزلية التي كلفك الله عز وجل بها وأن لا تخالفي في الأدب والحشمة وأن لا تخالفي في الأداب العامة وأن لا تتسببي في بطالة الرجال هذه الشروط يعني الأساسية في شروط عمل المرأ فإن حققت وتلافت تلك النواقص فلا بأس بذلك ونحن بأشد الحاجة إليها في مجالات العمل يدا بيد مع الرجل تساعد وتقوم في أسرتها وتبني مجتمعها ويعني دائما الإسلام يعني ذكر الكثير من الأمثلة على مر العثور من النساء التي شاركت في الجهاد والنساء التي شاركت في العمل والتي برعت في الطب وبرعت في الشعر وغيرها من أنواع العمل ترجمة نانسي قنقر